أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد أكثر من 15 مواطنا فلسطينيا وجرح 30 آخرين إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة كما أشرت الوكالة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 25 بعد المائتين على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة تركزت في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع ما أصفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاث آخرين في قصف جوي ومدفعي للاحتلال على مختلف أنحاء المدينة